في البدء كان الامل ان تتحرر عدن عاصمة اليمنيين المؤقتة من سيطرة الميليشيا تحقق الامل وكانت الامور مباشرة واهزج الفرح تضغى على المشهد لكن سرعان منقلبت الامور وتحول الامل الى كابوس او هكذا بدأت الصورة وقيل في ذلك ان الاجندة تبدلت وتغيرت وحين تغيرت توقف الجيش على اعتاب تعز وانحصر تقدمه وعاد الى ادراجه في عدن التي شهدت اعادة لترتيب اهداف التحالف العربي وعلى نار هادئة فمن تحرير اليمن وافتكاكه من سيطرة الاذرع الايرانية وتأمين امن العربي القوم الى تأمين المصالح الذاتية وخلق ولااءات واتباع وانشاء معسكرات وسجون سرية والسيطرة على جزر وموانئ لم يتوقف انقلاب الاجندة عند هذا الحد بل باتت عدن غير متسعة ومتقبلة لمن هم خارج الحلف الناشئ مؤخرا بين اطراف جنوبية مطالبة بالانفصال واخرى في التحالف العربي وتحولت بوصلة المعركة من الحرب على الميليشيا الانقلابية الى معادة الشرعية ومنع رئيسها من العودة الى عاصمته كما رشحت الاخبار القادمة من الرياض مقر اقامة الرئيس هادي الانقلاب الناعم في اهداف طرف الرئيس في التحالف العربي ما يلبث ان يشهد موجة من الصخب والمواجهة بين الفترة والاخرى لعل اخرها المواجهة الاخيرة التي جرت امام ميناء الزيت وسط العاصمة المؤقتة بين الحزام الامن المدعوم اماراتيا وقوات من اللواء الرابع حماية منشآت التابع للحماية الرئاسية والتي اسفرت عن مقتل ستة افراد واصابة اخرين وعليه يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة وكأن احدا يريد ازاحة عدن من سيطرة شرعية لماذا وما الهدف الايام القادمة كفيلة بالاجابة على مثل هكذا تساؤلات اشتركوا في القناة